موسيقى الرئيس السيسي يؤكد ان مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية قيمة مضافة لدعم استراتيجية التحول الرقمي الخارجية تعلن ترحيب مصر بقرار امريكا استناف المساعدات للشعب الفلسطيني ووزير الاسكان يعلن بدأ الاجراءات التنفيذية لاربعة عشر مشروعا لتطوير التجل الاعظم موجز لاهم الانباء اليكم التفاصيل حيث اعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بافتتاح مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية وضف الرئيس السيسي في تدوينة له عبر صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ان هذا المجمع يعد صرحا تكنولوجيا عملاقا سوف يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وذلك في اطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة اعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مصر بقرار الادارة الامريكية استناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والانسانية للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك استناف تميل وكالة الانروا وهو ما من شأنه ان يسهم في رفع المعاناة عن الفلسطينيين فضلا عن توفير دعم مادي في مواجهة تحديات اقتصادية وانسانية غير مسبوقة كما يتيح للانروا توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني واشدت وزارة الخارجية في بيانها اليوم بالقرار الامريكي لما ينم عنه من اهتمام الادارة الامريكية وتفاعلها مع قضايا المنطقة اعلن وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار بدء الاجراءات التنفيذية لاربعة عشر مشروعا لتطوير موقع التجل الأعظم بمدينة سانت كاترين مؤكدا ان مشروعات تطوير سوف تحسن البيئة العمرانية بالمدينة وترفع من مستواها وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل المختلفة واكد وزير الاسكان ان ذلك يأتي في اطار تنفيذ تكليفات الرئيس سيسي بتطوير مدينة سانت كاترين التي تتمتع بقيمة تاريخية ورحانية كبيرة جدا وتعد ملتقا للديانات السماوية الثلاث عقد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السيد القصير اجتماعا مع وزيرة الزراعة والامن الغذائي ووزير الثروة الحيوانية والسماكية بجمهورية جنوب السودان عقب وصوله الى جوبا واكد وزير الزراعة ان هناك توجيهات من القيادة السياسية في البلدين لتعزيز اطر التعاون في جميع المجالات وخاصة انقطاع الزراعة كما اعلن وزير الزراعة عن التنسيق الجاري بين وزارة الزراعة والتعليم العالي لاستقبال عدد من المنح الدراسية لطلبة من جنوب السودان للدراسة بكليات الزراعة لرفع القدرات في هذا المجال قضلا عن اعلان الجانبان عن تشكيل لجنة زراعية مشتركة بين البلدين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه وذلك رغبة من الجانبين في المضيق قدما في تعزيز التعاون في المجال الزراعي هذا وقد تم الاتفاق على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بانشاء مزرعة متكاملة بجمهورية جنوب السودان خلال الزيارة